معي ومعاكم النهاردة طبعا زي كل يوم حد فضيلة الشيخ دكتور عمر الورداني أمين الفتوى مدير التدريب بدار الإفتاء المصرية السلام عليكم يا مولان أهلا وسهلا بحضراتكم وأنا سعيد سعادة بالغة بالمقدمة اللي احنا عملناها لأنها في غاية العلاقة بما سنتكلم فيه في هذا الحل عنه اليوم آه يعني أنا عايز بس أقول أنا عايز أقوله هو سمعنا فينك واجهن ورسال أنا عايز أقوله المعلم كمال نحن عندنا كلمة المعلم ما هي كلمة المعلم نعم فأنت سيد كمال في الحقيقة أنت معلم معلم ومش لازم كل ما أنا أتكلم باعتبار أن أنا لابسي إزاي ده أنا ما أتكلم عن حد بيعلمني فهو لازم يكون بيعلمني كيف أقرأ النص الشرع احنا قلنا أنه في كتابين في كتاب اسمه الكتاب المسطور وهو الواحي وفي كتاب اسمه الكتاب المنظور أنت علمتني آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الله أني مش بس الواحد يستطيع أنه هو يرى بآلة البصر بس لا هو يستطيع أن يرى أنا كمان بشايف أن كمال مش بيرى وده اللي بيخلي صديقه بيقول أنا ما معرفش هو بيعمل كده إزاي هو المفتح هو يرى بمدد الله كمال بيرى بمدد الله الله حاجة تانية خالص وهو في بعض الأحيين هو يرى ما لا يراه الناظرون وإزاي قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون كمال فيه سر بينه بين ربنا إيه السر اللي بينه بين ربنا إنه هو تيقن من أن الله لا يتركه أبدا هذا هو هذا أول درس بيعلمونا كمان اليقين في الله اليقين في الله أنه لن يتركه إحنا فاكرين أنه لما بيمسك السلك إيه اللي بيخليه هو بيمسك السلك يمسكه ومش خايف اليقين من أن الله معه ولا الساروخ ده أنا قلبي كان حيوقف والله وأنا بتفرج على المشكل أنا بعيز أقول أن كمال في الحقيقة كمال بيدينا بيعلمنا كيف يعيش الإنسان بمدد الله بيقيم من الله سبحانه وتعالى وإزايك شوفوا اليقين يمتد عنده لغاية إيه هو كمان عنده يقين أنه الله سبحانه وتعالى يزوقه ويكرمه ويفتح كمان يعني هو بيقول أنا هو عنده هذا الأمل وهذا اليقين والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يتركه يا كمال أنت علمتنا درس مهمة جدا جدا في مسألة اليقين في الله سبحانه وتعالى ودي على فكرة دروس مع الدروس اللي حذيك ذكرتها دروس الفاعلية ودروس الإنسانية ودروس الحياة لكن علمتنا درس في اليقين علمتنا درس في حب الحياة هو فعلا المعلم كمال معلم كمال المفتح